اهلا اعزائي كيف ديرين لبس عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله مبرك علينا وعليكم هاد العام الجديد ان شاء الله يدخل عليكم الصحة السلامة وكل ما كنتمنى اليوم جيت واحد الفيديو جديد بغيت نهضر ليكم على الفيزا شنغن هذا هو الموضوع اللي يضرع لي بزف ديال الناس هذه المدة هذه المشكلة هو ان بزف ديال الناس اللي دفعوا لدوسية ديالهم القنصلية قاعد القنصلية ديال اوروبا تقريبا كين واحد النسبة ديال الرفض اللي مرتفعة بزف 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 كانين اللي فيزا اللي كيتقبلوا ولكن قلال والاغلبية كين الرفض انا غنتكلم بالضبط على القنصلية ديال فرنسا علش هاد المسألة ديال الرفض واش هاد هو الوقت المناسب باش الانسان يدفع الفيزا دياله ولا يزيد تسنة هاد الاسئلة هاد كاملة غادي نجاوب عليها ان شاء الله في هاد الفيديو اول حاجة خستعرفوا بان راه بزف 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 ديال الناس اللي سعرضوا لهاد المسألة ديال الرفض راح نسك ايش حمد ديال محدين كيقولك لا انا رفضوا ليه مفهمتش علاش اراه ماشي ببعدك بزف ديال الناس اللي اوقع لهم هاد المشكلة هذا خصوصا ليزا توريستيك ليزا ديال الوالدين اللي بغا يمشوا يشوفوا اولادهم عندهم فا في اوروبا ليزا مام ليزا دافخ حتى هما يترفضوا اولادهم اللي كي تقبلوا ورغم دالك كي يبقوا واخدينوا واحد الوقت كبير باش كي درسوهم ودكشي هما اللي فيزا اللي سيجوخ اللي غادي يمشي عند زوجة دياله اللي غادي يمشي عند زوج دياله اللي غادي يمشي عند زوج دياله يعني اغو جوب من فاميليال علاش هاد المسألة ديال الرفض عندها بزاف ديال الاسباب مس اللي ديشا دفعوا و جاهم جاوب ديال الرفض اغرا غادي تكون لاحظوا في ديك الورقة اللي كي اعطاوكم كي كونو كاسبين اما موتيف دو تخوا ويت فان بسف كي غي كي يديروا دي موتيف يعني اعضار واهية ما كينش زي ما شي سبب مقنع لان الانسان كيدفع دياله كي كون دوسي يعني سوليد فيه جاميه اللي وطائق اللي طالبين ما بخاصوتي شي حاجة كين جميع الضمانات ورغم ذلك كيتعرض للأسف للرفض اه ولكن باش غادي هما جيستيفيو هاد الرفض هادا يعني كي يلقاو واحد تي حاجاتي كتكون قريبة بالنسبة اللي دوسي ديالك وكي اعطاوك واحد الموتيف واش واحد واش جوج واش هاتي واش دك المسألة اللي احنا عارفين ديجا باش انسان كي طلع الدوسي راه كيتكلف واحد المبلغ كامم اللي ماشي ماشي سهل الانسان خصو خلص ديجا تيليس كونتاكت عدا باش دوسي باش تاوي الورقي دياله باش مجموعين وباش مصايبين عدا باش اللي مصايب طلع العائلة دياله اللي بيغجو محتو باش طالع عدا باش بزاف بزاف ديال الحويج نوك المشكل وانك منك تدفع اه احنا منك من انسان منك يدفع راه كيكون عارفها ديجا قبل والقنصلية راه كاس بينها يعني ما كيرجعوش لك ليفخي الدوسي ليفخي الدوسي راه كي ياخدوهم سواء كان رفض او قبول ليفخي الدوسي ما كيرجعوش هاده هو المشكل هما القنصوليات راه هم مفتوحين كي ياخدو ليدوسي كي يدرو ليدوسي يعني كي كيدرسوه دكش ولكن هما آلافونس عارفين بانهم ما غا يعطوش ما غادي يعطوش الفيزا علش هاد المشكل ديال الفيزا اولا اه السبب الاول وهو هاد المشكلة ديال الجائحة لانها بقى ما انتهتش وباقي هاد المشكل للأسف غادي تطول مازال واحد شوية اه زيد عليها ان الحدود اه مسدودة مدبط طيران مكين مكينش اه كين لي غا يقول ليه ولكن راه انا مسلا طالب الفيزا ماشي ماشي دباف هاد المقيتها حتى المن بعد ولكن راه ما عرفناش الامور كيفاش غادي تطور والسبب اللي اه هو اللي غادي نقول لكم يعني مهم مهم بزاف وهو العلاقات اللي متوترة الان ما بين المغرب وفرنسا اه ما عرفت شوش سمعتو هاد الخبر هادا ولكن راه كان واحد المشكل في علاقات سياسية يعني هو سبب سياسي بالنسبة الكوطة دياللي فيزا هو راه كانوا قالوها هادي شي تلت شهر ولا ربع شهر بانهم غادي نقصوا من ذاك الكوطة الى كانو كيعطاو مثلا مية فيزا انا كان عطاكم غير غير اكزامبل هادا غير مثال الى كانو كيعطاو مثلا مية فيزا في العام غادي يتقسم بالنص وغادي يقول ليو اعطاو غير خمسين في المية خمسين في المية من ذاك مية فيزا هاد الشي بالنسبة للدول المغاربية الاسباب سياسية ودبا احنا فرنسا هي في واحد المرحلة ديال انتخابات اللي على الابواب قريبة ما زال ما عرفناش الرئيس اللي غادي يكون من هنا الشهور الجايين واش غادي تبقى الامور كيما هي واش غادي تغيار واش هاد الاسباب كاملة كتجعل انه كان واحد التوتر داك الشي باقي ماشي استابل داك الشي علاش كان بزاف بزاف ديال الرفض ديال الفيزا للأسف النصيحة اللي انا غا نقدر نعطيكم هو انه تسنوا مكينة لش تضيعوا فلوسكم تخلصوا الدوسي اه تاخدوا اللي غنديفو لانهارا حتى اللي غنديفو حتى مالا راكينين شو حدين غير اللي اسمح لهم موسافي كي احنا ديجا بصعوبة باش الانسان كيقدر ياخدوا هذا الرنديفو باش يدفع الدوسي وما كي سمصروا بهادوك اللي غنديفو وكي يبيعوهم بواحد الاتمينة خيالية لدرجة ان الناس مني كيدخلو كيلقاو اما ما كيلقاوش اللي غنديفو في الوقت اللي هما بغاو اما كيلقاو داك الشي الجدول يعني مسدود ما كينش قاعلي غنديفو نهائيا وهذا اللي الاسف حتى واحد الامر اللي كي يخلي ان الانسان اما كي يعزف ما كيبقاش يبقى قاعد فعلو دوسي ديالو ولا كيدطر كان خاصو ضروري انه يمشي لسبب ما كيدطر انه يمشي لدوك السماصرية باش ياخدوا واحد رنديفو اللي كيتكلفو واحد الثمن باهد هاد الشي علش انا يكن نصحكم اللي يعني ما كينش شي سبب اللي غيكون اغجون يعني مستعجل يصبر واحد شوية نحن نشوفو الامر كيفاش غدا يتطور سواء مع الجائحة سواء مع انتخابات سواء مع هاد القوانين اللي غيخرجوا اغتاني جديدة بالنسبة للرحلات الجوية والحدود واش غديتفتحوه للا باش الانسان يكون متأكد وعارف بانه رهما غديش يكون واحد البوغ سنتاج ديال الرفض وما يضيعوش لي فلوسو غيره كاك هاد الشي اللي كنت بغيت نتقاسم معاكم بغيت نوصن لكم هاد الميساج باش الناس اللي مستعدين انه يدفعو دابا يتسنو واحد شوية وذيك الساعة ان شاء الله يمشي ويدفعو من الامور تقاد وترجع كي مكان تشحر هادي ان شاء الله ذيك الساعة يدفعو كين بعد الناس واحد الامر قبل ما انثى الى فرنسا مثلا ما قبلتش اليوم الفيزا كيدوزو من قنصلية اخرى اسبانيا ولا ايطاليا ولا خاصة واحد الحاجة اللي تعرفوها وهو انه الفيزا شنغن هو كين واحد سوبر اوغوبيا يعني واحد لوجيسيال اوغوبيا اللي الى مثلا خدتي فيزا فرنسا كي يبان عند القنصلية ديال اسبانيا وكي يبان عند القنصلية ديال ايطاليا وكي يبان عند القنصلية ديال اخرين يعني الى دفعتي مثلا دفعتي مثلا الفرنسا ورفضو لك وبغيتي دوز من القنصلية ديال اسبانيا باش تقول ما ربما هما يقدرو يعطوني هما را غيشوفوا بان ديجا فرنسا رفضات لك الفيزا ديالك فهمتي هذا ما كي يعني انا ما كنقولش لكم را غادي قدروي ورفضو لكم ولكن كنقول لكم را هما غيكونوا عارفين بان هذاك الانسان را هدفع نارف لن فلاني وها الجواب اللي خرج لي واش القبول واش الرفض على حسب المعلومات اللي جاوني بان اسبانيا كتعطي لي فيزا لانها يعني تضررات بزف 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 هاد الجائحة هدي بالنسبة للسياحة عندهم يعني قضية عندهم ميتة سكيفي انهم دبا كيقبلوا كي يعطيو هادا لي فيزا ولكن على حسب لدوسي ماشي لأي حد دكشي عندو دي كريتر يعني قوانين يبناء محددة اللي مالف كيمشي وكيجي بزاف اللي مالف دي من كياخد لي فيزا لي عندو ضمانات مهمة اللي عندو مثلا كوميخس ولاشي حاجة اللي كيميعارف بانو كيمشي وكيجي علي هاداك مسألة بالنسبة ديك المسألة ديال غير تمشي غير توريست ولا يالله غدفع لأول مرة ولا هادي غادي يكون عم تاني تطبيقات أخرى لك تنتمنى أنني نكون فيدتكم بهذا الفيديو هادي إلا عندكم شيء أسئلة أخرى ما تردوش طرحوا عليها أسئلة ديالكم في التعاليق التحت تنتمنى الفيديو كوني أعجبكم وتنقول لكم إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر